موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين قتيلان وجريحان في صفوف قوات الساعقة جراء المعارك المستمرة مع مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الفندق البلدي موسيقى مدرية أمن طرابلس تؤكد استثباب الأمن داخل حدود طرابلس الكبرى وتواصل المخاوف من مستقبل الوضع الأمني في العاصمة موسيقى وشط تنفي لقاء خليفة حفتر بقائد أفريكم وتؤكد للليبيين تواصل الحل يوفر خارطة ضريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية موسيقى أهلا بكم أفد المتحدث باسم القوات الخاصة الساعقة ميلود الزوي بسقوط قتيلين وجريحان في صفوفهم جراء المعارك المستمرة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأكد الزوي اسمرار الاشتباكات في منطقة الفندق البلدي بمدينة بنغازي منوها بقرب السيطرة على المنطقة هذا وكانت قوات عملية الكرامة قد أعلنت منذ ما يزيد عن أسبوع سيطرتها على مدينة بنغازي وتحريرها بحسب وصف قائد العملية خليفة حفتر نفى مركز بنغازي الطبي مسؤوليته عن وصول أي أدوية أو مسلزمات طبية دون مرورها بإدارة الصيدلة والإمداد الطبي بالمركز وقال الرئيس إدارة الصيدلة والإمداد الطبي بالمركز الطبي عبدالله السعيطي أن إدارة الصيدلة والإمداد ليس لها أي علاقة بالمستلزمات الطبية الموجودة داخل قسم العمريات بمركز بنغازي منوها إلى أن رئيس التمريد بقسم العمريات هو من تسلم المستلزمات المنتهية الصلاحية وأوضح السعيطي أنه جرى التعميم على الجهات الأمنية بعدم مسؤوليتهم عن إدخال أو التصرف بالأدوية أو المستلزمات الطبية من خارج المركز هذا ونوها السعيطي بعزم رئيس اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي تشكيل لجنة تحقيق عاجل في الواقع بالتعاون مع إدارة الصيدلة بمركز بنغازي لاقت الفتوى الصادرة عن اللجنة العليا للإفتاء التابعة لحكومة الأزمة ردود فعل منددة ومستنكرة لتكفير أتباع المذهب الإباضي ردود حذرت أيضا من خطورة مثل هذه الفتاوى على السلم الأهلي والمجتمعي داخل ليبيا التقرير التالي يرصد جانبا من هذه الردود لا فرق بين صلاة الإباضي والمال كيس ورفع اليدين عند افتتاح الصلاة فتوى لدار الإفتاء بطرابلس حذرت خلالها من بث الفرقة قاق وإحياء النعارات بين أبناء الدين والبلد الواحد فتوى متكاملة الأركان تأتي ردا على أخرى صادرة عن اللجنة العليا للإفتاء التبعة لحكومة الأزمة احتبرت فيها الإباضية فرقة منحرفة ضالة ذات عقائد كفرية ولا تجوز صلاة خلفهم بحسب اللجنة فتوى لاقت ردد فعل منددة من جهة ومحذرة من تدعيتها على السلم الأهلي والاجتماعي من جهة أخرى فقد وصفها المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بالعنصرية والخطيرة محتبرا أنها تمثل تحريضا صريحا على أحد مكونات المجتمع الليبي كما طالب بعدم الإنجرار وراء هذه الدعوات حزب العدالة والبناء دان من جهته ما صدر عن هيئة أوقاف حكومة الأزمة واعتبرها خطابا متطرفا يحرض على العنف والكراهية ضد مكون أصيل من مكونات الهوية الثقافية الليبية كما أشار إلى أنها تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابت الليبيين وإذ يسجل عدد من النشطاء استنكارهم لهذه الفتوى مناددين بما أسموها بالفتاوى المتربصة بوحدة الليبيين فإنهم يستغربون صمت الجهات الرسمية في الدولة محملين مجلس النواب وحكومة الأزمة التي انبثقت منها هذه اللجنة المسئولية القانونية والأدبية الناتجة عنها من جهته قال الأمين العام لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء طراب للسام السعدي قال إن فتوى لجنة الإفتاء بحكومة الأزمة تثير النعارات المذهبية بحسب قوله نحذر من هذه الدعوات التي تزيد بلدنا تنبيقا نحن لسنا في حاجة إلى مزيد من التنبيق لقد عملت هذه المؤامرات على تنبيق البلد على أسس قبلية وجهوية وأحيانا حتى حزبية وغيرها فلا نريد أن نزيد بلدنا تنبيقا بهذه النعارات الطائفية والمذهبية أفادت مديرية أمن طرابلس في بيان لها بأن كافة الأجهزة الأمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تقوم بعملها على أكمل وجه عقب هدوء الأوضاع بالعاصمة تدورات سابقة عاشت على وقعها طرابلس أثارت مخاوف المواطنين من مستقبل الأوضاع الأمنية بها الوضع داخل حدود طرابلس الكبرى آمن ومستتب والعاصمة للجميع تأكيدات لمديرية أمن طرابلس إثر اشتباكات القرابل وما سبقها من أحداث في محيط مطار معتيقة الدولي والتي تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني نشرت تزامنا مع ذلك صورا قالت إنها لعدد من المتورطين في اشتباكات محيط مطار معتيقة بعد أن أعلنت سابقا أنها ألقت القبض على أغلبهم مشيرة إلى أن التحقيقات في هذه الحادثة ما زالت متواصلة وساتنشر نتائجها تباعا أحداث متلاحقة شهدتها طرابلس خلال الفترة الماضية ولئن رافقتها ردد فعل منددة إلا أنها تفتح باب التساؤل عن أسباب تكرر هذه التطورات العسكرية وتداعياتها على أمن العاصمة وسير العملية السياسية في البلاد أكد مصدر بشركة العامة لكهرباء حدوث إظلام تام بمدن المنطقة الغربية والجنوبية وأوضح المصدر أن كل وحدات توليد خرجت عن الخدمة عند الساعة الحديثة عشرة صباحا متوقعا أن تكون نفس المشكلة الفنية التي حدثت في المدة الماضية كما نوهت شركة الكهرباء بأن مهندسيها يعملون حاليا على بناء الشبكة من جديد وستعلن في وقت لاحق الأسباب التفصيلية لخروج وحدات التوليد نفت السفارة الأمريكية في ليبيا مات دولة بعض وسائل الإعلام عن لقاء جمع خليفة حفتر مع قائد أفريكوم الجنرال توماس وولدهاوزر يوم الأربعاء مؤكدة لقاءه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي في عمان كما نقلت السفارة دعوة واشنطن جميع الأطراف إلى المضي قدما نحو حل سوافقي يوفر خارطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية واشنطن ملتزمة بالعمل مع جميع الليبيين للمساعدة في استعادة الاستقرار وإنهاء الصراع في البلاد تأكيد للسفارة الأمريكية لدى ليبيا التي أفادت بأنها تنخرط في اتصالات مع شريحة واسعة من الشخصيات السياسية والأمنية الليبية من ذلك اللقاءات المنتظمة التي يجريها سفيرها مع رئيس المجلس الرئاسي ولقاءات فائز السراج مع قائد العملية العسكرية الأمريكية في إفريقيا بيان السفارة الأمريكية نفى أيضا ما تداولته وسائل أعلام مقربة من عملية الكرامة عن اجتماع لخليفة حفتر مع قائد أفريكم الجنرال توماس وولد هاوتزر يوم الأربعاء مشيرة إلى أنه التقى السفير الأمريكي في ليبيا بيتربودي في التاسع من يوليو الجاري بالعاصمة الأردنية عمان دون الكشف عن طبيعة اللقاء ومخرجاته كما دعت واشنطن من خلال سفارتها في ليبيا جميع الأطراف إلى نزع فاتيل التوتر والمضي قدما نحو حل توفقي يوفر خارطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية وأكدت أنه ينبغي على الليبيين أن يقودوا بأنفسهم تحقيق المصالحات السياسية لقاءات وتصريحات تشير وفق البعض لأن الولايات المتحدة بصدد اتخاذ سياسة جديدة جاه ليبيا في ظوء متغيرات عدة فأي دور قد ترسمه واشنطن بقيادة دونالد ترامب في البلاد؟ وإلى أين يتجه الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي؟ هذا وأفاد الباحث والأكاديمي محمد اسماعيل في نشرة سابقة بأن الإدارة الأمريكية تتعامل الآن بجدية مع الملف الليبي هناك جدية لإغلاق الملف الليبي ولكن الإشكالية تبدو الآن واضحة بين هل يخضع خليفة حفتر للاتفاق السياسي أم تكون هناك خارطة طريق أخرى ولعل الإشارة الآن إلى انتخابات رئاسية العام المقبل دون الإشارة إلى إخراج الدستور أو التحاكم إلى الدستور السابق فهذا فيه الكثير من الغموض إذا كانت هناك انتخابات على أي أساس ستكون هذه الانتخابات هل على مرحلة انتقالية أخرى؟ بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي خلال لقائه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي ودع السويحلي التركيا إلى استغلال ثقلها الدولي والإقليمي والقيام بدور أكثر فاعلية لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة الراهنة ودعم الاتفاق السياسي ومؤسساته إطارا شرعيا وحيدا لتحقيق توافق وطني شامل وبناء دولة مدنية من جانبها أكد الرئيس التركي تضامن بلاده مع الشعب الليبي ودعمها لجهود تقريب وجهات النظر بين كافة الفرقاء الليبيين في إطار الاتفاق السياسي لبناء دولة مدنية يسودها القانون كما ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له يوم الخميس مع وزير الخارجية التركي مولوشا وش أودلو في العاصمة أنقرة ناقش العلاقات أثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الوضع السياسي في ليبيا والمنطقة عموما وأكد السويحلي حرصه على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم البلدين ويحمي مصالحهما المشتركة مثمنا في الوقت ذاته دور تركيا الداعم للاتفاق السياسي ومخرجاته منذ توقيعه من جانبها أشار وزير خارجية التركية إلى دعم بلاده للسلطات الليبية لاستعادة الاستقرار في البلاد واستمرارها في دعم الحوار بين الليبيين والتوافق الشامل في إطار الاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته نشطنا متواصلة وفيها بعد الفاصل انقاذ أكثر من 260 مهاجرا قبال تشواطئ ترابلس والزاوية وتواصل الانتقادات للسياسات الأوروبية في التعامل مع الظاهرة قتيلان وجريحان في صفوف قوات الساعقة جراء المعارك المستمرة مع مجلس شورة واري بنغازي في محور الفندق البلدي مديرية أمن طرابلس تؤكد استثباب الأمن داخل حدود طرابلس الكبرى وتواصل المخاوف من مستقبل الوضع الأمني في العاصمة واشنطن تنفي لقاء خليفة حفتر بقائد أفريكم وتدعو الليبيين إلى التوصل لحل يوفر خارطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية أهلا بكم جديد أنهت المنظمة الدولية للهجرة إعادة تهيئة 18 بئر مياه بـ 12 حيا من أحياء مدينة سبها ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج منظمة الذي يحمل عنوان معا نبني من جديد والذي يتضمن تزويد الآبار بمضخات كهربائية جديدة وقد اعتمدت المنظمة الدولية للهجرة في أعمال إعادة التهيئة على التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي تعاقدت وكالة الأمم المتحدة للهجرة مع شركتين محليتين من سبها وقالت المنظمة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في فترة حرجة تشهدها منطقة سبها مع استمرار معاناتها من أزمة المياه التي استفحلت بقدوم فصل الصيف وارتفاع استهلاك المياه كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ مائتين وثلاثة وستين مهاجرا غير نظامي في عملية إنقاذ تمتا بشكل منفصل قبالة شواط إطرابلس والزاوية وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك أنه تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمهاجرين بعد انتهاء عمليات الإنقاذ مشيرة إلى عودة مائتين وسبعة وعشرين مهاجر بعدما انقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بوركينافاسو عبر برنامج العودة الطوعية هذا وقد ناقش وزراء الداخلية والحكم المحلي والعمل المفوضون بحكومة الوفاق الوطني وعمداء البلديات مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي ناقشوا دور البلديات في مكافحة الهجرة غير نظامية وكفية إقامة مشاريع تنموية في البلدية وتثير سياسات التعامل مع الظاهر انتقادات عدة قد تدفع المجتمع الدولي إلى تغييرها في الوقت الذي تسجل فيه أعداد قوارب المهاجرين عبر المتوسط ازديادا وما تنشره المنظمات الحقوقية من تعرض المهاجرين لانتهاكات تتصدر الظاهرة جدول أعمال مسؤول الدول الأوروبية الذين يزورون طرابلس وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي نظم سلسلة لقاءات جمعته برئيس المجلس الرئاسي فايزا سراج وجرى التأكيد على أن ليبيا مستعدة للعمل مع روما على ملف الهجرة وتخفيف الضغط على السواحل الإيطالية من جهته أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده جاهزة لمضاعفة جهودها والوقوف إلى جانب ليبيا في مكافحة مهرب البشر زيارة مينتي إلى ليبيا قدته أيضا للقاء آخر موسع ضم وزراء الداخلية والحكم المحلي والعمل المفوضين بحكومة الوفاق وعمداء البلديات الحدودية تمحور حول سبل معالجة الهجرة غير نظامية والبحث عن استراتيجية أكثر نجاعة في التعامل مع الظاهرة وقد طلب المجتمعون في طرابلس إيطاليا بالضغط على دول المصدر للحد من الهجرة القادمة من الصحراء ودعم أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ مشاريع في الجنوب الليبي ودعم التنمية داخل مدن المنطقة ورغم إشارة الوزير الإيطالي إلى تجاوب دول الاتحاد الأوروبي مع دعوة بلاده بأن يحظى هذا الملف باهتمام أكبر وأن تقدم تلك الدول ما يلزم من دعم لخفر السواحل الليبي فأن السياسات الأوروبية في التعامل مع ظاهرة الهجرة لا زالت تواجه انتقادات أخرها وصف البرلمان البريطاني عملية صوفيا البحرية بأنها أخفقت في مكافحة تهريب البشر والإتجار بهم فهل يمكن أن تغير هذه الانتقادات سياسة المجتمع الدولي في التعامل مع الهجرة وإلى أي حد يمثل عدم الاستقرار السياسي في ليبيا عائقا أمام تنفيذ أي معالجات تحد من هذه الظاهرة أشدد الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركات على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الهجرة غير النظامية من الصعب إيجاد حلول الآن وقتية لوقف الهجرة هذا يتطلب الكثير من الجهد يتطلب بدل كثير من الأموال والإمكاني وضع الكثير من الإمكانيات ليس فقط تحت تصرف سلطات ليبيا وأيضا تحت تصرف الحكومات والدول التي يأتي منها اللاجئون فبالتالي هذا أمر صعب الآن مؤقتا يتم التعاون مع تلك البلاديات لمهام محددة وهذا أيضا يدل على أن هناك غياب ثقة كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بعين لها بشأن حجم عجز الإرادات والإنفاق للأشهر الستة الأولى من العام الجاري كشف أن دخل المقدر من عائدات النفط والغاز العام الجاري لا يكفي لتغطية بند المرتبات خمسة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي إجمالي العجز في الترتيبات المالية في النصف الأول من العام الجاري وفق بيان المصرف المركزي مصادر الإرادات التي سجلت عجزا تمثلت في الإرادات النفطية وإرادات الضرائب والجمارك ووفق بيان المركزي فقد بلغ الفائض في الإنفاق حتى الثلاثين من يونيو الماضي أربعة مليارات دينار ونصف المليار كما كشف المصرف أنه رغم تحسن إنتاج النفط وتصديره إلا أن إرادات النفط المتوقعة للعام الجاري والتي قدرت بستة عشر مليار دينار لا تستطيع تغطية إجمالي بند المرتبات والذي يكلف الدولة واحدا وعشرين مليار دينار تحسن إنتاج الخام ولا إن كان غير قادر على تغطية بند المرتبات بحسب المركزي إلا أنه سينعكس إجابا على الاقتصاد من خلال زيادة الدخل العام وتخفيض عجز الميزانية ودعم قيمة الدينار الليبي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تصدير أول شحنة من النفط الخام منتجة من حقل أبو الطفل بعد توقف دم حوالي ثلاث سنوات مشيرة إلى أن الشحنة تقدر بستمائة ألف برميل من جهتها قال مكتب الإعلام بشركة الزويتينة النفطي إن الناقلة غادرت يوم الخميس من الزويتينة لفتة إلى أن الشحنة متجهة إلى إيطاليا قال من دول كويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك هيثم الغيس إنه من السابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط الليبي والنيجيري في الأسواق العالمية ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الغيس قوله إن إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا يحتاج لمزيد من الاستقرار ومن ثم يجرى تحديد سقف معين من قبل منظمة أوبيك لإنتاج البلدين وأضاف الغيس أن أسواق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي نظراً لارتفاع الطلب عليها خلال العام الحالي بالعودة إلى تقرير مصرف ليبيا المركزي ينضم إلينا للتعليق على ذلك من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح أهلاً بك سيد زرموح إذن بحسب المركزي إجمالية العاجز في الترتيبات المالية في نصف الأول فقط من العام الجاري يبلغ الآن خمسة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي ما تقديرك لهذا الرقم؟ لهذا الرقم أولاً بعد تحية لحدك وأستاذ المشاهدين تقريباً أولاً أن الترتيبات المالية أساساً اعتمدت بعجز نعم 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 ننقطع الاتصال مع سيد زرموح لأن نتمكن من التواصل معه في نشرات لاحقة في خبر آخر اقتصادي أيضاً حذرت لجنة أزمة الوقود والغاز جميع الموزعين مبايع استوانات الغاز بالجملة للسوق السوداء مطالبة إياهم بضرورة الالتزام ببايعها وفق السعر المحدد من وزارة الاقتصاد ووضحت لجنة أزمة الوقود والغاز عبر صفحتها على فيسبوك أنها نسقت مع قوة الرضع الخاصة لوضع حد لمخالفات بعض الموزعين ومحاولات افتعال أزمة للغاز داخل مدينة طرابلس الكبرى كما نوهت بانطلاق عمليات ضبط العديد من المستغلين وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم تسببت الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في أضرار جسيمة بعدد من المرافق الحيوية في ليبيا وخاصة في المنطقة الجنوبية مركز سبه الطبي أحد هذه المؤسسات التي دق مسؤولها ناقوس الخطر جراء الأضرار التي طالته جانب مما يعانيه المركز يرصده التقرير التالي انقطاع التيار الكهربائي عن الجنوب وتذببه بشكل متكرر إضافة إلى عطي المولدات التي يعتمد عليها مركز سبه الطبي بشكل كلي سبب أزمة خانقة وإرباكة للعاملين داخل المركز الذي يعد أكبر ما شاء في الجنوب شمل الإنقطاع كافة الأقسام مع عدى قسمي العناية والعمليات الذين يعملان بنظام الطاقة الشمسية الذي وفره مؤخرا صندوق الإماء بالأمم المتحدة أمر جعل المسؤولين بالمركز يدقون ناقوس الخطر بعدما بدأ يهدد حياة مئات المرضى بالنسبة للإضلاع ما سبب ربكة كبيرة في داخل مركز سبه الطبي وسبب العديد من المعوقات أمام المصابين يعني العناية في الدور الثاني والتصوير في الدور الأول عملية نقل المرضى صعب جدا نتيجة توقف المصاعد وهناك مساعي لحل هذه المشكلة مبدئيا من شركة الكهرباء بإصال خطة ثاني للمركز هذه الأزمة تسببت في تلف علد من الأجهزة الكهربائية إضافة إلى توقف دار الرحمة مما نتج عنه تحلل عشرات الجثث أغلبها مجهولة الهوية جثث مجهوذة حوالي 17 جثثة وحتى المفترات طويلة حوالي في اللي شهر في اللي اسبعين في اللي أكثر من شهر هذه بحاجة لعرضة طب الشرعي أيضا من المنطقة الجنوبية لا يوجد طب الشرعي هذه بحاجة لعرضة طب الشرعي فالتيار الكهربائي يضع ما يأثر سلبا على قافة اللاجات مع توفاقم الأوضاع داخل المركز الطبي والتي أثرت بشكل مباشر على المرضى وزادت من معاناتهم اليومية فإنه لا سبيل للمرضى سوى إرسال نداءات لعلها تجد آذانا صاغية أشقوا بنا مدى فاتت سيارة ما عندي مشيت المسراتة بعد العيدة مرضت تحبيب تبكر وجرت سيارة ب 550 دينار لمسراتة خاطئ مصاريف الدواء وخاطئ العلادات وما نفع ما شيء مشكلة ما ينفع ماك شيء يريدت ودخسر حاجة ودنفعك استمرار هذه المأساة دون وضع حلول جذرية لها ينذر بكارثة إنسانية بمركز سبه الطبي الذي يقدم خدماته لأغلب سكان الجنوب ويأمل القائمون عليها أن تشهد الأيام القادمة حلاً نهائياً للأزمة في موضوع آخر أعلنت محطة تنقية المياه بمدينة درنة خروج وحدة رئيسية من أصل وحدتين وذلك للنقص الذي تعاني المحطة في المواد الكيميائية اللازمة لعمليات التشغيل وبحسب مصدر من المحطة فإن خروج الوحدة سيكون سبباً في تقليل كميات ضخ المياه للأحياء في المدينة هذا وقد سبق أن وجهت إدارة محطة تنقية المياه نداءً لمختلف الجهات المسؤولة في البلاد لتوفير المواد الكيميائية المطلوبة وتعاني الأحياء في المدينة من نقص في المياه بعد خفض كميات الإنتاج والضخ نشاطنا متواصلة وفيها بعد أخبار الرياضة الجرافتي أو الرسم على الجدران فن يستهوي فئة من الشباب لتجسيد مواقفهم والتعبير عن آرائهم قتلان وجرحان في صفوف قوات الساعقة جراء المعارك المستمرة مع مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الفندق البلدي مدرية أمن طرابلس تؤكد استتباب الأمن داخل حدود طرابلس الكبرى وتواصل المخاوف من مستقبل الوضع الأمني في العاصمة واشنطن تنفي لقاء خليفة حفتر بقائد أفريكم وتدعو الليبيين إلى التواصل لحل يوفر خارطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية أخبارنا فن لغرافتي أو الكتابة والرسم على الجدران هو فن انتشر في الأوينة الأخيرة بين صفوف الشباب ممن اختاروا التعبير عن آرائهم بالرسم رغم عدم توفر مدارس الفنون الجميلة قد يطور من خلالها هؤلاء مواهبهم أحد هؤلاء الشباب عبد الرحمن ويروي تفاصيل تعلقه بهذه الهواية في سياق تقرير التالي عبد الرحمن عبودة شاب يحترف فن الرسم على الجدران المعروف بالغرافتي عبد الرحمن ذو الخمسة والعشرين ربيعا اكتشف منذ صغاره موهبة الرسم من خلال رسم شخصية كرتونية ليجد نفسه في النهاية يحترف الغرافتي بالنسبة للرسم هو موهبة من صغري يعني يعرف والموهبة دي قعدت ننمي فيها لغاية أصبحت حرفة ليانا وأصبحت شغل زي ما تقول الأساسي ليانا في نفس الوقت نقضي في شغلي وفي الموهبة اليانا نحبها في غياب مدرسة للفنون الجميلة يطور من خلالها مواهبها ليس أمام عبد الرحمن سوى الاعتماد على مجهوده الذاتي من خلال المدومة على حمل الفرشات والبحث في دواخله عن مكامن الإبداع في رسمات من سنة ورسمات تاوي يفرق بواجد على الرسم الأول لأنها قاعدت نطور من روحي نطور من روحي بالكتكرار الرسم وتكرار العمل وتكرار الشغل دا والموهبة على رفعه غالبا ما كان فن الجرافتي أو الرسم على الجدران يسعى لإيصال رسائل سياسية واجتماعية غير أن عبد الرحمن عبودة فضل سلك طريق آخر يخاطب النشأة ويركز على الشخصية الكرتونية بهذا نصل إلى ختام النشرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها قتيلان وجرحان في صفوف قوات الساعقة جراء المعارك المستمرة مع مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الفندق البلدي مديرية أمن طرابلس تؤكد استثباب الأمن داخل حدود طرابلس الكبرى وتواصل المخاوف من مستقبل الوضع الأمني في العاصمة واشنطن تنفي لقاء خليفة حفتر بقائد أفريكوم وتدعو الليبيين إلى تواصل لحل يوفر خارطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية تمتم في أمان الله اشتركوا في القناة